موسيقى في المغرب كان يشي يوحيدين ولو مسيحيين ولكن انت واحد ما يعرف عليهم بتشي حاجة شح المواحد عيش بالتخبير سي تايك بن عيسى مثلا كان مسيحي أخوه وزير الخارجية اللي كان سي محمد بن عيسى أنا زرت سي تايك في بيته براسي في طانجة سي مهدي قصارة معروف حتى هو طانجاوي وبه كان فقه حتى هو ولا مسيحي ومات في طانجة وكان واحد مشهور ولكن ما كان سي محمد بن عبد الشليل اسمته سي محمد بن عبد الشليل هذا هو اللي سنعود لكم قصته في هذا المقطع سي محمد بن عبد الجليل تولد في مدينة فاس في 1904 تولد في عائلة مسلمة محافظة أبه كان خليفة الباشا في فاس واخوه الحاج عمار بن عبد الجليل واحد من زعماء حزب الاستقلال وكان وزير التربية الوطنية الخمسينات سي محمد بن عبد الجليل قرى في جامعة القارويين وحج وهو عنده تسع سنين مشه مع بال الحج قرى في مدرسة شارل دوفوكو في الرباط ومن بعد قرى في تانوية غورو في الرباط وشد الباك في 1925 في 1925 من وراء الباك مشه هو أخوه الحاج عمار في فرنسا مشه الجامعة الصوربون وقرى الفلسافة تم وفي نفس الوقت بدك يقرأ مواد أخرى في مؤسسة كاتوليكية على المسيحية من بعد تلت سنين ديال الدراسة اقتنع بالمسيحية ولا مسيحي وتعمد والمعمودية بين قوسين طقس مسيحي كي يديرون المسيحيين باش يعلنوا المسيحية ديالهم قدام الناس من بعد راهب كاتوليكي والترسم كاهن في 1935 كان عنده علاقة كبيرة مع المستشريق المشهور لويس ماسينيون اللي كان بحل لعب الروحي دياله سي محمد بن عبد جليل قرر ياخد اسمية جديدة زادها على اسميته قديمة ولت اسميته جون محمد بن عبد جليل أو جون محمد بن عبد جليل كلمة جون كتعني يحنى أو يحيى وهذا واحد من تلامت ديال المسيح أقرب تلميذ للمسيح كان عزيز علي بززاف تبارك الله سي محمد بن عبد جليل كان نبيغا كان دارس الفلسافة كان يتقن خمسات اللغات العربية الفرنساوية السبليونية العلمانية النغليزية وبدك يقرر في الكنيسة الكاتوليكية كان أستاذ فيها من 1936 حتى 1964 حتى مقدم استعقالها بسبب المرضى كان يقرر بعديل المواد اللغة العربية الأدب العربي تاريخ الأديان والإسلامية كان مجهد المحاضرات ديالو كان يفضل للقياب الفرنسية أو الألمانية ولكن لقى محاضرات تبقى اللغات التي يعرفها من اللي والله مسيحي عائلته حينت كبيرة ومعروفة قاطعوه وتبرعو منه خوه الحاج عمر مشال عنده حتى الفرنسا مشال مرة والغارة كان باش يقنعوه يرجع الإسلام ولكن ما قدرش سيم محمد بن عبد جليل ما رجعش للمغرب من الوقت اللي والله فيه مسيحي حتى الألف تعمية وواسسسين حيث كان عارف باللي غادي وقعو لي المشاكي في المغرب كان مسكين كي بغي المغرب بزاف وكان كي بكي من الشوق دياله والحباب ولكن الله غالب من اللي رجع في هافة عمية وواستين من بعد ما أخوه الحاج عمر قنعوه بللي ما غادي يتعرض ليت أحد ولكن غير رجع ناضح باستقلال ديكسا عدر واحد دعاية وضجاب اللي الحاج محمد بن عبد جليل رجع للدين والأصلية ورجع للبلاد كانت القادية مخدومة حتى له في غارو ولموند الفرنسية نقلوا نفس الخبر من عندهم ومسكينه وبقى في الحال بالزاف لأنه عرف أنه خدموه بقى غير شيامات في المغرب ورجع وتم كدب قاع الإشاعات اللي ناضطه قال للناس كله باللي هو مسيحي وغادي بقى مسيحي حتى اللي موت عام 1958 تلاقى مع ولي العهد ديكساعة الحسن الثاني ما بغاش سي محمد بن عبد جليل يقول عشقال ليه ولي العهد الحسن الثاني في هذك اللقاء ولكن شي وحدين قرابين منه من سي محمد قالوا باللي كان يحاول يقنعه ورجع للإسلام ورجع للمغرب وياخد شي منصيب ولكن بكل أدب الرجل رفض يتخلى على الإيمان مسيحي دياله السيم محمد بن عبد جليل كان صديق للبابا بولس السادس طلب منه البابا يكون مستشار دياله وفعلا كان ضريف متواضع كان يبغي المغرب والمغاربة بصيفة خاصة والمسلمين عامة فقا فقا بخير العالم كان يدعى معهم بزيف وحتى طلب من الكنيسة الكاتوليكية تبدأ تهتم بالعالم الإسلامي السيم محمد بن عبد جليل كتب بعض الكتب عندي واحد مسيني هو شخصيا كتب الإسلام ونحن الجوانب الداخلية للإسلام مريم والإسلام تاريخ مختصر للأدب العربي وهذه نماذج من الكتب اللي تكتبات عليه الراعي والإبن أخوان في التحول أنبياء الحوار الإسلامي المسيحي جون محمد بن عبد جليل شهادة من القرآن والإنجيل ما كنتسمعوش على هذا السيد في المغرب حيث ولا مسيحي ولكن علاش ما نفتخروش به عاش في هاي لو ولا مسيحي قا السيد عنده مبادئ وعنده مواقف وهز براسنا وكان يبغي بلاده كان بإمكانه يأخذ منصبه ويتراجع على دينه ولكن مرداش دابج حلم واحد عنا في المغرب كيستغل المناصب ويشفار ويسرار عدو كهانية ولكن لي معقول وشاطر منجيبه السيرتو غير حيت ولا مسيحي سي جون محمد بن عبد جليل راجل بمعنى الكريمة موثقاف عالم فيلاسوف وفق هاتشي كله مغربي ومسيحي موسيحي 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 موسيحي